اشتركوا في القناة تدخل في واحدة عايزة تقبل حضرتك بشكل عاجل خليها تدخل يا شو حضر يا فادي تفضلي حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا رحمة عبد الرحمن والدة الطالب عبد الرحمن عبد الله الطالب في مدرسة العبور السنوية تفضلي اغتاحي تفضلي انت بقى الناظر اللي بعتلك الايميليات مش كده ايو يا فندم الحقيقة احنا اوقفنا عن العمل واحلنا اللجنة الشؤون القانونية عرفت يا فندم حقيقة انا اسف على اللي حصل وفي نفس الوقت باستغرب الراجل سمعته كويسة وتاريخه حافل في التعليم بكل ما تحمله الكلمة من معاني حضرتك في الحقيقة انا اللي جاي اعتذر تعتذر عني حضرتك عن اللي عمله ابني الولد عمل اللي كان مفروض يعمله عشان يحميكي يا فندم دي مش الحقيقة طيب ممكن افهم الحقيقة انه انا والاستاذ ياسين في بيننا قصة حب راقية ومحترمة وهو طلبني للجواز وبالفعل جبتنا وتقدملي طب ليه ابني الجاني لان الولد مش موافق على الجوازة وانا عشان كده جاي اعتذر بشكل رسمي الاستاذ ياسين زي ما كان بيبعث لي ايميالات انا كنت برد عليه وكل ده في اطار من الاحترام المتبادل اللي يمكن انا برعيه بحكم التزان لكن هو كان بيرعيه زي بالزبط وايه اللي خلى حضرتك تستني الوقت ده كله عشان تجيلي لما حسيت ان الاستاذ ياسين مشاكله زادت بسببي لقيت انه من الشجاعة اني زي ما كنت انا سبب المشكلة ابقى برضو سبب في حلها وبعدين الاستاذ ياسين مقالش لحضرتك على كل الحاجات دي فحسيت انه لازم اقول الله 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 على زوجك يا استاذ نصح اهو كده الموضة بيت اوسع ولسه يا بخيت لسه هفضل كل شوية كده هغير فيها لغاية ما يبقلوش اثر في الوقت انت متأكد انه هيتطول ها ها بتقول ايه يا عم الاستاذ شوقي مدير مكتب وكيل الوزارة طميني بنفسه قالها نصح حط ببطنك بطيخة صيفي اما لانا هغير اللوحة دي كده او انت بصراحة لايق عليك اكتر ده حق اللي سرقوا مني من زمان صوبين وبينك ابخيت ربك ما بيرضاش بالظلط ابدا عشان كده ربنا واقعوا في شر اعماله وبرضو دعوات عبد الرحمن والجماعة بتوقف كل صلاة ده دول بقوا في جيبي اقولك هلا حاجة بس ما تزعلش مني انا حاشش ان احنا اللي بقينا في جيوبهم اطلع بره زوروني كل سنة مره حرام تنسو ايه في اولاد بلكوا قفتوا كده ليه ايه في ايه عبد الرحمن عايزين نغير الاغاني اللي بتغنوها دي والله هما من دول بقى اللي عايزين يغير اتحاد الطلبة و لجنة النظام اتفضل اطلع بره انا رئيس الاتحاد المنتخب انت حتطلع بره ولا اجدرابه قدام الفتوات اللي انت جاي بيه هم انا محدش يقدر يضربني انا بقى اقدر اطلع بره يا وان اطلع يعاليني لقادر الله يخرب بيزك يا نوصحي غنوا غنوا بالعقوة اطلعوني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة اهلو ايوة معاك مين بتكلم اهلا و سهلا يا فنديم اهلا و سهلا خير دلوقتي طب أنا جاي لساعتك مسافة السكة إن شاء الله مسافة السكة اتفضل يا فني اتفضل وعليكم السلام مابلوك يا رسول ياسين الله يبارك في ساعتك ده مش علشان رجوعك لمكانك مال عشان إيه يا فني عشان جوازك من الستة رحمة واضح أنها ستة قوية جدا ده حقيقة سيدة قوية ومحترم وإنت كمان صاحب إرادة واكتشفت إنك إنت ناظر مدرسة ممتاز وكل زمالك بيحبوك حتى طلاب المدرسة الحمد لله ومن بكرة تقدر ترجع لمكانك وأنا هدي أمر للشؤون القرونية بحفظ التحقيق وكأن شاء لم يكن متشكل يا فندي متشكل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يلا نزلي قابليني حالا في أي مكان عم أنا ما عملتش غير اللي كان لازم أعمله من ساعة ما حكتلي عن قرار واقفك عم المدرسة دي كل يوم تثبتي لي إن أنا عمر ما اخترت حاجة صح قدي اختيار ليكي مش للدرجاتي يا دي الحقيقة عشان كده انسي انك تبادي عني ولو سنية واحدة يعني إيه؟ يعني قبل ما تحصل حاجة تانية لا قدر الله لا قدر الله حدد معاة حالا عشان أجيب أخواتي والستاتي العيلة يقدموا فروض الطاعة والولاء للسيدة المبجلة ربّة الصون والعفاف رحمة عبد الرحمن ايه كل ده؟ اخصى عليك يا يا سي كده خليتني أضحك وسط الناس ودي فيها إيه دي؟ خلاص خلاص بدل ما نقعد نتجدل للصبح خلاص حددي معاة حددوا انت مع خالي مالها شاقتنا يا سعيد؟ ما هي كويسة أيوة يا رباب بس دي قديمة قوي من أيام أبو يا أمي بس دمها كفيف وبعين قدينا غيرنا الأمتريو جبنا تلفزيون جديد ماشي بس أنا زبايني زادو لا حر الله قوات تقلّى بالله زبايني زادو زبايني زادو انت مش هتتحلل لما يقلّه يا سعيد يا حيبي قلتلك متمرّة ما يحسد الملأ لأصحابه وبعين كفاية عين ساميرة مشوفتاش بتبص على البلازما إزاي لا فكرة حرام عليك ما كانتش بتعمل كده خالص بطري زمون بق تبو الشقة جديدة فان؟ في مصر الجديدة أنا خلاص دفعت المؤدّم وفضل الإقصاد حكمّلها انشاء الله بس انت دعيلي بس الزبايني زيدو علشان نقب كده ونقلني على وش الدنيا بقى ربنا ديك كمان وكمان طب عشماوي لسه بدايقك يداني ده إيه؟ ده أنا نفتح له المستوصف يا بنتي الله أكبر استأذن أنا بقى عشان إيه؟ ألح أروح له مع السلام سلام فاضل دكتور سعيد دول أطعاب مبارح وأول وأخبار ليست في النهاردة إيه؟ ست حالات ستة بس؟ ما أنا أجلت ستة تانيين لبكرة ليه يا عشماوي؟ يعني أنا كنت شايفك مبارح وأول كنت تعبان ومجد ومين ما اللي قالت الكلام ده؟ ما أنت لازم تاخد لك أجازة وإسافر لك ومين؟ عشان شكلك كده محتاجش وإطراح يا عم أنت هتعمل فيها دكتور نفساني؟ يا دكتور سعيد أنا خايف عليك وعايز مصلحتك اللي هي مصلحتي أنا مصلحتي الفلوس الإقصاط اللي علي بالهبل عايز أخلص انت حر ترجع فورا للحالة التي تأكلتها البكرة وجبالي النهاردة ربنا يساعد يلا جاهزوا العمليات أنا جاهز هلو؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا قمسحة ولا عايزي حضرة النظر تروح متأخرة على تلاميذك أول يوم؟ أنا عمري ما عملتها طب يلا صح صح أنا اتفقتي مع خالق على الخميسك جاي إن شاء الله هو أقل لك؟ قال لي يلا بقى صح صح ولبس فدومك ولما تنزل تكلمي ده أحلى اليوم صحيتي في حياتي هستنى التليفون التوابير تتنزم يا أولاد يا عمد إيه في الباب؟ وليد من فضلك قدمني الطلبة في المكروفون عشان عاوز أقولهم كلمة حاضر يا فاني الأستاذ نظر المرسة عايز أقولك كلمة يا أولاد النظر جاه النظر هو إيه اللي حصل؟ تحية خلص؟ هو كان فيه تحية من عقله موسيقى الأستاذ وليد قدم النظر عشان النظر عاوز أقول كلمتين ودي النظر قدامكم فعلا عاوز أقول كلمتين أولاً شكراً شكراً على كل حاجة ثانياً وحشتوني زملاء الأساذة اللي حوالي وأبناء الطلبة أبناء الطلبة أبناء الطلبة وحشتوني أبناء الطلبة ايه ايه اه طلعوا براقة ويراجع تاني مكاني لا حكاية مش حكاية ست ولا تحقيقات حكاية حكاية امن دولة ايوة امن دولة قدت امر الوكيل الوزارة انه يرجع تاني سلامة شاولي مع السلامة نورت مكانة كويتك يا رايس انا لسه كنت متقابل التهاني بنفسي يا حليمة نعم يا رايس ارجع الوضة زي مكاني وهات شوية مطهيرات طهاري من المكتب والكرسي والتليفات من هنا يا رايس انت لسه هنا يا اساس نصحي ما تتفضل مكتبك اه ايوة حضرت تناظر بس شوية محتويات كده حلمهم و اتفضل يا اساس وبقي حاجتك هتوصلك هنا اتفضل نورت مكانك رايس زوجتها شوية مع نصحي يا اساسين فيش حاجة كتير عالناس اللي زيهم انا معك يا رايس استنى بس لما تشوف العيل بتوع لجنة النظام بقوا هم المدرسين واحنا الطلب هزولت كلي ده حيتغير يا سامرات حيتغير ان شاء الله موسيقى 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 ونعملها جو فيه مفتوح معاك يا حق ونخط بقى الكراسي في اي حطة وانا هاجبلك شوية حاجات حلوة قوي تخطيها في النيش لا يا ايات انا مش عايزة حاجة للنيش لو احتاجت انت عنتك اطباق كده والكبات وفنجيني شكلهم حلو يا حبيبتي الطاقم السيني بتاعي كله تحت امرك هاجبهولك الله يخليك يا حبيبتي احنا مش كنا قلنا المكتبة دي هننقلها على الحطة دي انا بفكر بقى المكتبة باللي فيها بالتلفزيون بكله وادخلهم على جو بصراحة انا عايزة اقولك كده اصلي بصراحة التلفزيون بتاعك شكل ويكسب ده قديم قوي يا رحمة ايات جرالك ايه انا مش هنقل التلفزيون علشان قديم الناس دي لازم تشوفني زايما امال حتنقلوا ليه عشان يوسع المكان كده ويبقى كويس يا حبيبتي ربنا يوسعها عليك كمان وكمان انتي هتشحتي علي يا رلاي في الغالب بقولك ايه بلاش خناك مش لما تدخل البيت ويبقى فيه ناس تكون مقدة بتسلم عليهم بتعرف كويس رأيي في السادة دي يا ابني كفاية غلط لحد هنا يا طرق بقى مين اللي الرجع حضرت النظر تاني انا انا عبد الرحمن عشان لما ابني حبيبي اعمل حاجة غلط واجبي كأمه ان انا حاول اصلح وبالمناسبة هو اهله جايين يوم الخميس الجاي عشان يتعرفوا علي نفسي تحاول تبقى موجود يمكن لما تتعرف عليهم تلاقيهم ناس قويسين اما بقى لو قررت ما تجيش يا عبد الرحمن يبقى قوعك تعمل اي حاجة لا تروح لسبادر ولا لعبد العليم النمر ولا اي هبل من اللي انت عملت اهبله مفهوم؟ خير يا رحمة طمينيني ايه اللي حصل؟ قلت له على يوم الخميس تب وقالك ايه؟ انا طاقش معلش بقى ما تبايقش نفسك بقولك يا خلينا في العزونا قولي لي هم كانوا واحد وبعدين يا عرفان هتبدل ساجد كده لحد ما يتجوزها ولا ايه؟ مش عارف يا زميرة مش عارف اتصرف ازاي ما انت لازم تبقى عارف وتقولي كمان عشان عارف هروح ولا مروحش لا طبعا تروح عشان تحكي لي ايه اللي بيحصل وعشان كمان بالمرة اقولك شكلها ايه مش كده؟ شكلها ده انا عارفها وشايفها وحققت معها اللي خمسين مرة اه صحيح انا نسيت انك شفتها قبل كده انا خلاص موخة لغبة انا كنت مخططة ان احنا نبيع الفيلا ونحض ناصبنا ما كنتش مخططة يعني فان ان هو يتجوز فيها ومش بعيد يخلف عمري ما كنت تخيل ان البيت اللي دخلته عشان افتشه واقبض على اللي فيه يجي اليوم اللي امراتي تخشه وقلت كلها عشان تناسب اصحابه يا ماشا حرام عليك والله العظيم ثلاثة عبدالله مات يا اللهي مات بدي مش مسدقين ليه مات والله يا ماشا شخص اكلا يا ماشا حزبي الله ونعمل وكيل بيك حزبي الله ونعمل وكيل بيك بص يا وراء ما عليش يا عبو ما عليش يا عبو أمي شخص يا عرفين يا عرفين انته روحتي فين!! ايه ما انا موجودة اوه ايه اذا روحت انا كمان حجوح كيفية الفهمة بتعمته يا ريخي ماما ايه رأيك في فسدين روح يعف ايه وتروحوا فين انتو الاتنين رأيه الفتحة بتاعت عم ياسين ادخلي غياري الهباب ده وانت كمان خلش على قطك اش معنى خديجة يا عمر ادخل قطن دلوقتي لا انت ولا خديجة هتروحه محاش هيوح من اساسه ده عمي الانتين وماينفعش وماروحش انا مش عايز دلع يلا خديجة لو سمحت اخل شغوطك دلوقتي ولا هفاهمك بعدين عارفان من فضلك من فضلك اللي عايلي مش فاهمين حاجة رسا دعني انا اللي فاهم يا سميرة فضل اهلا وسهلا اللي بصير زداني الحمدلله على السلامة ايه دالي متشكل متشكل استاذي انفضل 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 نوارت المدرسة الله يخدير انا اسفة ياني انا فكرت ولولا لحظة الاشياء الحقيرة دي ممكن تبع حقيقة ما حصل خير الحمدلله اني الحقيقة ظهرت احيا في موضوع كده كنت عوزة كلم حضرتك فيه ممكن اه طبعا تفضلي انا وطارق حديثك طبعا انا عرف طارق اه طبعا استاذ طارق كنا بنفكر اني نعمل مشروحة دانا عيبك انك دايما مستعجل يا استاذ نصحي لو تخطط صح وما تفرحش بالانتصار الضعيف ما كنتش وصلت للحالة دي منك ما استفيد يا سيدي انا عشان بحبك سعلان عشانك الا طبعا انا عملت يزعالك موضوع كنتيني اللي حكيتلي عنه ده وانك دخلت اخوه شريك الا وفيها ايه مال وده هو ده الشغل المزبوط التخطيط والهجوم من نقطة الضعف النصر بعد التخطيط بيبقى له فرحة احلب كتير جدا من النصر بالصدر فكرتني بشبابة يا طاطا هو انا عجزته اللي لا يا راجل ما تقولش كده احنا لسه في بنا شغل ومحتاج دماغك يا استاذ يعني حضرتك شايف ان الموضوع مش محتاج دراسه اكتر من كده اه طبعا واهم حاجة تدرس الوضع الاهالي في المنطقة اللي انتو نويين تفتحوا فيها ده الحضانة دي لا طارق شاطر قوي ودرس المنطقة كويس جدا دي بقى كده مفيش مشكلة ايو بس انا مش بفهم في الحسابات والحاجات دي الحاجة بسيطة شو في اي حد تبعك وهو يتولى الامور دي وانا هجيبه من ايه والله انا برضو مفهمش في الحاجات دي بس اعتقد ان في مكاتب مختصة ايو بس كده طارق ممكن يفتكد ان انا يعني مش باسق فيه ليه يا مستلال ده شغل وطبيعي ان الواحد يبقى قانوني واضح في المسائل دي بس احنا يعني مش مجرد زمله وحنتشارك اه مفهم طبعا وبصراحة طارق رجل من الرجال اللي ست ممكن تعتمد عليه يبقى كده مفيش مشكلة ده رأيك ده رأي حضرتك ده رأيك غير كده لا انا مقولتش حاجة بس يا مستلال انت بتقولي اني الراجل يعتمد عليه وانت طبعا تعرفيه اكتر مني لا انا قاطل يعني ان انا حصق فيه وحقتمنه على حياتي كلها وهم هقول مش حقتمنه على حضرته ده حقيقي طب انا حستأذن عندي حس مفضل يا مستلال متشكر عنه بحضرة ما تعيطش يا عبد الرحمن ما تعيطش لو كان ابوك موجود كان قالك كده برضه الرجالة ما بتعيطش انا بعايتنا بقهر يا عم جادر انا عملت كل حاجة وبرده مفيش فائدة مش قادر يصدق ان الراجل ده هيعيش معايا في بيت واحد وهيبق ما كان ابوي لا تيقس من رحمة الله عاوز بالله بس هعمل ايه يا عم بدر؟ ده قادري مش لسه هيجوا ويشوفوا الحاجة وتشوفهم ويحددوا معادل كتب الكتاب تقصد ايه؟ يعني لسه فيه وقت هو النظر ده اسمه ايه؟ اسمه اسيني الحمزوي ساكن فين؟ ما عرفش والله يا عم بدر؟ ولا يهمك انا هعرف بتفكر فيه يا عم بدر؟ هقولك بعدين الا بالمناسبة هو انت ليه ما بقتش تشوف الشيخ عبدالعليم النمر؟ في الطريق الى هرم سقارة يوجد فندق يأمه الالاف من السواح سواء في الصيف او في الشتاء في اثناء خروج احدى الحافلات سنقوم بتفجيرها باذن الله ما رأيكم؟ امتى يا مولانا؟ في القريب العاجل باذن الله والمعاد هنحدده بعد ما تقولوا لي ازاي وبكل دقة عندك تراح يا مولانا من فضلك الفضل يا ابن عشان اي معلومات ممكن توصل الامن لازم يكون فيه هدف تمويهي كل عيون الامن تروح له قبل ما ندرب الهدف الاصلي برج الله فيك يا بني كما ان التوميه سيكونوا بالفعل ضربة حقيقية لازم يكون فيه ضربات انتقامية تجاه اشخاص يكون بيننا وبينهم طروا عداوة وهنحددت اسماهم يا مولانا لا لسه لكن اتعرفوهم عشان يبقى التوقيت واحد لابد ان يعلموه اننا قوة لا يستهانوا بها قوة لا يستهانوا بها استغفر الله العظيم يا ست انت كفاية ارجوكي البيت مش ناقص دربكة بقولك ايه انت تسكوتي خالص حكما انا عارفاكي عاملالي فيها زهده ومش فارق معاكي يعني ايه مش فارق معاكي بقولكي انا لازم اتأكد واشوف انت هتلبسي ايه يوم الخميس يا ايات ما اللبس كتير اهو ده غير لبسك اللي انت جايب اقولي يا حبيبتي مش اي اللبس ينفع في مناسبة زي دي يا السلام يا حبيبتي الستات غير الرجالة المرة اللي فاتت لما يا سينجي كان كل عام ويشوف الستة اللي مستخببها دي شكلها عامل ازاي وطبعا بقى لانه بيحب ساعتك ودايف هواكي ماشي مكانش يفارق معي بقى لا عباية ولا جلابية ولا طرحة ولا ملاية ولا شايفهم اصلا انت بتجيبي منين الافكار دي استني بص يا رحمة خلينا كمل كمل يا ستي ها بصي انما بقى اللي جايين دول يا عالم هيحبوكي ولا لا فلا الله ولا فالك يا ايات ايه الكلام ده؟ يا حبيبتي والله مقصد قصدي يعني الستات والغيرة والحسد والكلام اللي انت يفهمها ده هيعودوا بقى يفصصوكي حتة حتة الحواكب العنين الرموش اه يا ترى بقى العباية لايقى مع الجزمة والطرحة ولا لا حاجات الستات دي ولا انت نستيها جرالك ايه يا ايات هو انا دخل اعملهم عرض ازياء اقولها ايه دي يا ربي يا بنتي اصعب مليون مرة من عرض الازياء دول هيحطوكي تحت الميكروسكوب او بمعنى ادق المجهر بما ان عريسك مدرس لغة عربية باينا عبد الرحمن جيه بقوليك ايه وضب انت يدر باكا دي على ما انها روح اقعد معاه شوية ها ماشي وبعدين بقى معاك يا عبد الرحمن يا حبيبي اللي بيحصل ده ما يردش ربنا انا هتجوز على سنة الله ورسوله ليه ابني الوحيد ما يبقاش واقف معايا ويفرح لي انت مش عارفة ليه؟ خلاص ايه رأيك من سا كل اللي حصل سواء انت غلطت اولا وانسامح بعض هي دي الاخلاق الحقيقية بين المسلمين فما بالك ما بين امه وبناها وبعدين افتكر كده انا وانت مش اي ام وبناها تفتكر في يوم منا فيه متخصنين من بعض شو في بقى مين اللي دخل علينا وغيرنا؟ طب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويفتح عربك انا محتاجاك يا حبيبي معايا يوم الخميس طب ولو قلتلك علشان خاطر واسف مش هقدر ربنا يهديك هنا رايش بي باي باي ايو بالزرط باي باي ما تتأخريش يا مريم هاستناك يا ها؟ باي باي يلا مرسي عام علي يا نجمة طنايب عشان يسيل ما يعملش مشكلة طيب اوكي يلا عايزة حاجة؟ باي مرسي باي باي عرفتش ليها؟ اه اه باي ده يا رايس ايه الجمال ده بس يا أبي الحمد لله على السلامة يا حبيبتي الله يسلمك يا عريس ده أنا اتبسط جدا هناك طب الحمد لله انا فعلا يا أبي كنتم محتاجة رايحة زايدة لا مش عاوزين حكايات دلوقت علمات الجهازين كنت أخرن يلا يلا يا سيدي اتقل ده تقول صنعة ما هو مشكلتي ان انا مش صنيعي انما دايما على طبيعتي يلا عشان كده حبيتك يلا يلا يا حبيبتي يلا جاز انا ربع ساعة بالزبط وهلبس وانزل ها؟ ابي ياسين ما تنساش هنجيب لها ورد واحنا ماشيين هو انا هستناكي الورد سبقنا يلا يا بيتي شاهلي يا بختها يا اهلا وسهلا البيت نور بالعائلة الكريمة نور بوجودك يا حج نورك ربانا يخليك يا حج مرسيين ويا ترى الدكتورة رباب دكتورة ايه؟ نسى ولادة يا عم أليم يخسر ما تنفعنيش كنت فاكرك امراض بطنية عشان تكتبيلي شوية مقويات وفاك المرض كلك شباب يا حج كلك شباب شباب ايه بقى الله يكرمك انت بقى الشباب تحبوا تشربوا ايه لغاية ما تيجي يا رحمة خليك مستريح كمان شوية من راكب اللي احنا عايزين انا مش عارف كمان هي تأخلك كده ليه؟ سيبها براحتها مش عروسة ما تقولي حاجة يا سميرة اوه انا هقول دلوقتي حضرتك ما قلت ليش اصلا اصلا بتشتغل ايه؟ ده انا اللي كنت عاوز اسألك انت اصلا اصلا بتشتغل ايه يا اسزة سميرة؟ انا بشتغل مدية الاقتمام في البنك اللي انا بشتغل فيه بسم الله ما شاء الله وحضرتك بقولك ايه؟ انا عايزتي قبل ما تدخلي عليهم تقري في سرك واشا عنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لاي يبصرون صدق الله هو العظيم بس ده على اساس ان انا دخل على لجنة امتحان شافة ويوليه اصعب يا بنت ده انت عليك حدة سلفة اللي اسمها سميرة دي يا ساتر يا رب بوزها شبرين ربنا يسطر عشان خاطري ايه تاتي اللي بقيت حكت اللي يقولوا علي خايفة اطلع له عناية خايفة ايه ده انت زي الامر بس حضرتك فاجئتيني عندك معلومات كتير اوي في نظام المرابحة والاقتمان والبنوك الاسلامية ان شاء الله حبعتلك نسخة من كتابي اللي قلفته عن البنوك الاسلامية ونظام المرابحة ان شاء الله اهلا 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 نورتونا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله رحمة بنت اختي الاسرة الكريمة للاستاذ ياسين السميرة مرات اخوي عرفان دكتور رباب اختي مريم مرات اخوي عامد وديرين بقى اخر العنقود قصد حضرتك النجمة بيم نجمة ناي بس ربنا يخلي كده هو في المياتين اللي انا عملته رضا muchas انا ما سألتكوش تحبو تشربو ايه غلطان كان لازم تكون موجود معاهم بكانش انفع ياحمق بدر كنت ممكن اعمل في حاجة وسعتك انت تبقى طيعة بيني وبينمي واللي بيننا اصلا مش ناقص عموماً ما تقنقش كله مشكلة وليها حل أصبر يا عبد الرحمن إن الله مع الصابرين ونعم بالله يا عمى بدر أنا مش قادرة بطر أكل وهبدأ خاف على أبي يا سلم منك يا رحمة ليه بس كده يا ريم أصلاً وكال أكل حلو كده كل يوم أكيد هيدخن وجسمه هايبوط بس بصراحة شطرة مش أقلع عليك ولقيت وقت تعملي الأكل ده كله إمتى شيلت أنا الشغل بدلها عشان رحمة تعرف توري شطرتها للعريس بصراحة أول مرة ألاقي حد يطبخ أحسن مني بصراحة؟ آه لها دي رحمة تطبخة بريم أنت عمنا في الأصناف دي المحشوبة لا يا حبيرسي أنت الوحدة تبعتك يا أستاذ مش حتتغزة تمام ساميرا تحب يزودلك حاجة؟ لا متشكرة يا فعلية ده نسلمي ديك ألف هانا قد حلو قوي رحمة الله يخلي بس بجد يا قبي عرفت تختار عجبتك فعلا يا ريم؟ عجبتني جدا شكلا وموضوعا وكل حاجة أنا عن نفسي ما كنتش أتمنى لك واحدة أحسن من كده طيب الحمد لله بس خدت بالك ما ساميرا مرتخوكي؟ ويا دي برضو حد ما ياخدش باله منها دي كانت عاملة بالزبط زي ماري مونيب في فيلم حاماتي كنبلة زرية ما كانش فاضل بس غير أنها تقول لها قطن دي يخلف عقلك يا ريم جبتيها منين دي؟ أه صحيح يا أبي هي ملعكة بتعمل كده أكيد عرفان موصيها اسمع كلامي يا عرفان حيتجوزها يعني حيتجوزها لو ما نحيتش السرب بسرعة لو تشوف نظرات الغرام اللي ما بينهم تفتكروا ما هي الفق دادي أنت بتغذيني يا ساميرا ولا إيه؟ لا أنا بحكي لك اللي حصل ولا عايزني أسكت عشان ترتاح لا تسكت إيه بقى؟ ما أنا مستقبلي كده هيروح في ستين ده يا وحتسكت؟ لا طبعا هتسكت إزاي يعني؟ طبعا هتتصرف إمتى؟ بقولك شهرة أو شهرين بالكتير قوي والهانم حتبقى مشرفة بيته عروسة أو في فلتكو بالأصحة لا هتصرف يا ساميرا هتصرف دكتور سعيد هتصرف إليك إنت محطبان ولا إيه؟ لا ألا محطبان ولا حاجة يلا يلا خينا نخلص عموما بعد العملية دي خذلك أجازه من إيه؟ خليك إنت في حالك دي الست بتنزف؟ دي نسيبهم؟ يجري هدلنا كيس دم بسرعة فاصلاتوا ايه واجيبوا منين اي دهية هدلنا منها كيس دم وقبوزة يا صحيح انت خانتوا رحم ولا ايه اسكت خالص وروح تصرف بسرعة ايام شبه الايام لكن مش هي اوهم وتقول احلام حلوة ووردية اللون بهتال والخوف الوان حتى الانسان ما بقاش انسان حوالينا في كل مكان وطال ونقول عالسجن ده حرية ايام شبه الايام لكن مش هي اوهم وتقول احلام حلوة ووردية اللون بهتال والخوف الوان حتى الانسان ما بقاش انسان حوالينا في كل مكان وطال ونقول عالسجن ده حرية منفرح فرحة عادي ونحزن حزن عادي نهل حياة رو ماضي وتقد مش فرحة يا بكرة ظهر وبال ودي الروحنا الامان قلوب مش ده تفرح عادي ونحزن عادي ونحزن حلوة ايام شبه الايام لكن مش هي اوهم وتقول احلام حلوة ووردية اللون بهتال والخوف الوان حتى الانسان ما بقاش انسان حوالينا في كل مكان وطال ونقول عالسجن ده حرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة